سيداتي الحلوين اللي كانوا عايزين يبسكوا في القفتي وزعلانين مني جدا جدا علشان وصفة تفتيح البشرة ووصفة البصور السودة تحديدا تبقى في المناخير بقالوا من شرحين تلاتة بيبعتولي وكل شفاء يقولوا يا ردو احنا زعلانين منك يا ردو احنا بعتنالك كذا طبعا احنا دورنا وجربنا وقعدنا شوية كتير جدا علشان لما نطلع على الشاشة وندخل البيت عندكم ندخل بأيدينا صحيح مش فاضية بس ندخل بحاجة مضمونة ما نبقاش بنقول وصفات وخلاص لانه الموضوع مش نسب مشاهدة والموضوع مش انه احنا بنخترع ونبيع لكن احنا اي وصفة لازم نعملها لازم نجربها تسامحوني وهقوقوا علي لو انا كنت اخرت عليكم شفية بس هدي بقى الوصفة المضمونة الوصفة اللي هي مشاهدتي على الزيت سهلة جدا بس اللي عندها حساسية في بشرتها ما تعملهاش الوصفة دي سهلة جدا لمون وعسل مش هنحطهم على بعض حضرتك هجيبي الاول هنعصر نصف لمونة او لمونة كاملة وبعدين هتغذي اللمون كده مية وحتفركي وشك بيه هنقعد باللمون من 10 دقايق لربع ساعة اللي عندها حساسية في بشرتها ما تحطش لمون ارجوكو هنديكو وصفة تانية خلصنا ده بعد كده عسل يتحط على كل الوش لمدة خمس يعني من خمس لعشرة دقايق ده بيساعد اللمون انه يشد البشرة ويفتحها يبقى اول وصفة لتفتيح البشرة انه احنا بنعصر نصف لمونة بنحطها على وشنا من 10-15 دقايقه نفرق وشنا كله باللمون وبعدين نهدى كده وبعدين نقوم جايبين العسل وحطينه من خمس دقايق بالكتير يعني الوصفة دي تلت ساعة نعملها كل اسبوع مرة واحدة فقط لغير طب اللي عندها بقى حساسية في بشرتها تعمل ايه؟ تأشر اللمون اشر اللمون هاو بتجيب اشر اللمون وتبشره وتحطه على لبن وبعدين تقلبه كويس جدا وبعدين تسيب اشر اللمون في اللبن لمدة خمس دقايق ونربط شعرينا بأي فوطة وبأدينا كده او زبادي الوصفة لبن او زبادي احنا عملناها لبن وتحطي ايدك فيها بالقشر كده وتعودي تفركي في وشك كله نسيبها على الوش من 15 ل 20 دقيقة حينشف جدا هتلاقي وشك كله زي بيقولوا ايه حجر بعد ما الوش بيحجر نفركه كله ونشطف وشنا بمية دافية الوصفة دي بقى بتشيل البقع والرقوس السودة وتفتح البشرة يعني هي دي الوصفة السحرية معنا النهاردة قشر لمون على لبن طيب اللي عندها بقى حساسية وقلنا لها ما تستعملش اللمون تستعمل بطاطا قشر البطاطا قشر بقى عن الحاجات كده بنجيب بتشع البطاطا وبعدين تعمليها سلايز وبعدين عم بمي الميكاب حيبوز بقى بس ماشي بس عايزين نعمل ايه بنركب يعني بنخلي كل دي يشرب كده البشرة تفضلي حطاها كده لمدة قد ايه ميكباس مش مهم لمدة من 15 ل 20 دقيقة ده بيفتح البشرة جدا وبيفتح البشرة انا بس عايزينكم بقى تركزوا معايا على اللون شايفين اللون بتاها يعني مش هتبقي مبيضة اللي هو البيض اللي هو احنا بنقول يعني بيضة اللي هو الشاه مبيضة اللي هو ايه المحمر ده الامر ده ممكن طبعا تعملي عجينة البطاطا اخر بقى مسمعين نهارده مش هداتي العزيزات هو انادي جمي نديه اشان انا خالص يعني ده بقى خليط او مجموع كل اللي معنا لبن وعسل نعمل كده ولمون اهو اهو تقديريا وبعدين هتخلطي هتلاقي انه العسل زي ما بيقولوا ايه مسك مع اللمون مع اللبن بقى موسك هتغذي الموسك ده نفرده جدا على وشنا ونبعد عن منطقة العين وحنسيبه تلت ساعة بعد التلت ساعة دي هنلاقي انه المسك ده زي ما بيقولوا افش على وشنا او مسك بقى محجر نقوم نفرقه بصوابعنا بشكل دائري يمين وشكل دائري شمال ونروح عند الحود ونشطف وشنا بمية دافية كل المسكات اللي احنا قلنا عليها النهاردة لحضراتكم بتتعامل مرة واحدة فقط لغير في الاسبوع علشان خاطر اللمون بعد شهر ان شاء الله من استعمال اي وصفة من الوصفات دي اللي تليق على بشرتك او على نوع بشرتك ان شاء الله هتفتح وكل البصور السودة هتروح